أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا مسجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا خلال الساعة الماضية حيث تم تسجيل 8 حالات وفاة و30 حالة إصابة جديدة بالإضافة إلى تسجيل 56 حالة تعاف وشفاء وقالت اللجنة إن محافظة حضرمو سجلت 5 حالات وفاة و23 حالة إصابة جديدة بالإضافة إلى 12 حالة تعاف وهو ما يرفع عدد الحالات في حضر موت إلى 348 حالة منها 133 حالة وفات و77 حالة تعاف وشفاء كما أعلنت اللجنة في محافظة تعز عن تسجيل حالة وفات واحدة وأربع حالات إصابة جديدة بالإضافة إلى 16 حالة تعاف وشفاء ليصل إجمالي الحالات في تعز إلى 239 حالة منها 61 حالة وفا و89 حالة شفاء وتعافي كما تم تسجيل حالة وفات وحالة إصابة جديدتين في لحجة لترتبح الإصابات في محافظة لحجة إلى 109 حالات بينها 31 حالة وفات و30 حالة تعاف كما سجلت اللجنة في شبوة حالة وفات و11 حالة تعاف ما يرفع عدد الحالات بمحافظة شبوة إلى 82 حالة إصابة بينها 22 حالة وفات كما سجلت بمحافظة الضالع إصابة جديدة و7 حالات تعاف ما يرفع حالات التعاف في الضالع إلى 12 حالة من إجمالي 50 إصابة مسجلة بالمحافظة كما أعلنت اللجنة عن 4 حالات تعاف في العاصمة المؤقتة عدن وعن 6 حالات تعاف وشفاء في محافظة أبيان وبهذا يصل إجمالي عدد الحالات التراكمية المؤكدة مصابة بفيروس كورونا في بلادنا إلى 1158 حالة إصابة مؤكدة بينها 312 حالة وفات فيما بلغت حالة التعافي 488 حالة تعاف وشفاء هذا وأوضحت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا أن تقاريرها لا تشمل الحالات المصابة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الإنقلابية بسبب عدم القدرة على التحقق من الأرقام الفعلية للإصابات